موسيقى النشرة الرياضية من قناة من شباب وقدمها لكم أنا سلام القيسي وتتابعون فيها موسيقى الميناء بطلا لتصفية كاس الجمهورية لكرة السلة تجمع عدن ولحج الشباب ورياضة تناقش خطة الانشطة الرياضية في أبيان وتكريم فرق شمسان المتوجي بلقب بطولة الفقيد النعاش للبراع موسيقى التفاصيل أهلا بكم فاز نادي أتلال على جاره وحدة عدن بهدف وحيد في مباراة ودية استعدادا للدور اليمني في موسم الجديد والمقرر انطلاقه متصف الشهر المقبل وسجل هدف تلال الوحيد اللاعب جمال ماهر في المباراة التجربية الأولى للفريقين التي أقيمت على ملعب حقات في عدن استعدادا للدور العام المقرر انطلاقه منتصف سبتمبر القادم خسر فريق سقر تعز أولى مبارياته الودية التي يخضها استعدادا لدور الدرجة الأولى وذلك أمام العروبة بهدفين دون رد على ملعب 22 مايو بصنعاء هدفاء اللقاء سجلهما اللاعب محمد العبيدي لفريق العروبة ويكثف نادي السقر حامل لقب آخر نسخة من الدور موسم 2013-2014 استعداداته لدور العام من أجل الحفاظ على اللقب حيث يلعب مباراته الودية الثانية يوم الأربعاء القادم أمام وحدة صنعاء تعادل اليرموك مع نظره وحدة صنعاء بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين لدور اليمني الذي سوف ينطلق منتصف الشهر القادم وسجل هدف الوحدة اللاعب محمد هاشم في بداية الشوط الأول وعدل لفريق اليرموك اللاعب طارق المشرقي في الشوط الثاني وشهدت المباراة حالتي طرد لاعبي الوحدة عبد العزيز خميس وفيصل الهزمي فاز فريق فئة نشئنا الكروي في نادي شمسان على ضيفه القادم من محافظة أبيا نادي حسان بسبعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن في إطار النشاط المتواصل للفئة العمرية للناديين واستعدادا لدور النشئين القادم في عدن وفرض نشئ شمسان سيطرة كاملة على مجريات المباراة أداء وتهدفا فيما خيم الأداء المتواضع على نادي حسان نظم نادي شمسان حفلا تكريميا لفريق كرة القدم للبراعم الفائزي ببطولة الفقيد سام النعاج التي أقيمت مؤخرا في عدن وجاء التكريمون لتحفيز اللاعبين وحثهم على بدل المزيد من الجهود وتحقيق الإنجازات ورفع راية شمسان عالية في جميع المسابقات وكان شمسان قد توجى بلقب البطولة بعد فوزه على فريق الشعلة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف ناقش اجتماع لمسؤولي وزارة الشباب ورياضة ومكتب الوزارة في محافظة أبيان سبل تفعيل الأنشطة الرياضية وإعداد الخطط والبرامج الثقافية والصيفية لمختلف الفئات العمرية وكذلك الأندية والاتحادات في المحافظة وتطرق الاجتماع إلى جملة من الأفكار التي وضعها الشباب لعودة النشاط الرياضي في أبيان وأهمها إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحروب والصراعات المتواصلة التي تشهدها أبيان كما أكد الاجتماع على إعطاء الشباب فرصة عمل في الانخراط بعمل إدارة الأندية وأعطاء الأفكار التي تخدم الشباب وتطلعاتهم نحو مستقبل كرة القدم وغيرها من الرياضات في أبيان حقق فريق الميناء لكرة السلة الفوز على نظيره فريق التلال بنتيجة 33 مقابل 117 نقطة ذلك في ختام الجولة الأخيرة من التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الجمهورية لكرة السلة تمكن الميناء من خطف تأهلك بطل للتصفيات برفقة وصيفه التلال ليتأهل إلى المرحلة الثانية التي ستقام بسيئون خلال مطلع الأسبوع القادمة طبعا تجمع عدن لاحق عبارة عن 6 ندية لعبت بنظام الكل مع الكل تأهل فريقين التلال والميناء الذي لعبوا الآن لتحديد المركز الأول والثاني المؤهل إلى تجمع سيئون تجمع سيئون عبارة عن 6 احتل نادي الجلاء المركز الثالثة في ختام منافسات الجولة الرابعة ضمن تصفيات كأس الجمهورية لكرة السلة بعد فوزه على جاري شمسان بنتيجة 69 مقابل 65 نقطة بهذا الفوز رفع نادي الجلاء رصيده إلى ثمان نقاط محتلا المركز الثالثة في إطار مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات التمهيدية المؤهلة للمرحلة الثانية لمطولة كأس الجمهورية لكرة السلة تجمع عدن ولحج بينما أنهى شمسان مشواره في تصفيات رابعا برصيد سبع نقاط كتام النشر الرياضية شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة